المزيد حول تطورات انتشار متحور فيروس كورونا معنا من اسطنبول مفدنا محمد المشهراوي ومن باريس مراسلتنا عزة غريبة أهلا بكم بداية وسأبدأ مع محمد محمد إذن ارتفاع في نسب الإصابة في تركيا هذا الارتفاع أيضا رأيناه في عواصم أخرى لكن لا تقابله إجراءات صارمة ما الذي يحدث هنا؟ بالفعل ما جدا الذي يحدث أن 10% من بين إجمال الإصابات في تركيا هي تعود للمتحور الجديد أوميكرون هذا ما أعلنه وزير الصحة التركي نور الدين قوجة الذي بالتزامن طمأن الأتراك بأنه لا داعي للهلع من المتحور الجديد وكل ما عليهم فقط الالتزام بإجراءات الوقاية وتدابير السلامة التركيز على ارتداء الكمامة وأيضا التأكيد على ضرورة تلقي التطعيم وحث الأتراك على تلقي الجرعة الثالثة المعززة هنا نحن نتواجد الآن في داخل أحد المستشفيات في اسطنبول وبداخله هناك طوابير من الأتراك يتلقون الجرعة المعززة أو الجرعة الثانية من اللقاحات أيضا تركيا أعلنت بارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ في الساعات الماضية كنا نسجل في الأيام السابقة معدل إصابات حوالي 17 ألف في اليوم بالأمس أعلن عن تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة ولكن معدل الوفيات لا زال في منحنى منخفض مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي على الأرجح فإن زيادة هذه الإصابات تعود لانتشار المتحور أوموكرون الذي تسجل مدينة اسطنبول النصيب الأكبر من عدد الإصابات والتفشي بهذا المتحور الجديد أيضا تركيا في الأسبوع الماضي أعلنت عن إطلاق لقاحها الخاص المصنع محليا تركو فاك وأعلن وزير الصحة التركي أن البدء في توزيع هذا اللقاح والمباشرة في إعطائه للمواطنين في تركيا سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة حتى الآن فعالية هذا اللقاح في مواجهة المتحورات الجديدة غير معلومة طيب هذا محمد المشهد لديك تعني أنتقل إلى عزة عزة ربما نرى مشهدا مقاربا لفرنسا في بريطانيا وكثير من العواصم الأخرى لكن هل نتوقع إجراءات قبل رأس السنة الميلادية أم بعدها مباشرة ما هي التصريحات إلى الآن نعم نجد إجراءات جديدة ولذلك تنفس الفرنسيون الصعداء لأن هناك احتفالات في ليلة رأس السنة لن يكون قرارات لن يكون في قبال ذلك قرارات من الحكومة لا بالإغلاق التام كما فعلت بعض الدول كهولندا والنمسا ولا حتى بحظر تجول ليلي كما فعلت أقسام مقاطعات من إسبانيا وكان هناك جدل كبير حول هذا الموضوع في فرنسا قررت الحكومة ليلا أمس أنه لن يكون أي إجراءات صارمة من هذا القبيل وهو ما جعل الفرنسيين يتنفسون الصعداء سيكون هناك احتفالات في ليلة رأس السنة لكن من دون ألعاب نارية ومن دون تجمعات كبيرة قبل قليل كان هناك زيارة لوزير الصحة الفرنسي إلى إحدى المستشفيات في ضواحي باريس يقول بأن عدد الإصابات يتضاعف كل يومين في فرنسا وبأن عدد من يدخلون إلى أقسام العناية المشددة أيضا يرتفع بشكل كبير ولكنه لا زال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة ويؤكد الوزير بأن غالبية من يحتاجون إلى العناية المشددة هم من لم يأخذوا التطعيم وبالتالي هو يشجع على أخذ التطعيم وعلى أخذ الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية ويتحدث اليوم أيضا عن احتمال فرض جرعة رابعة من اللقاح قريبا طيب أشكرك من باريس من رسالتنا عز غريبة ومن اسطنبول مفدنا محمد المشهراوي شكرا جزيلا لكم